احياء الاف الزائرين الى مدينة سامراء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في مرقد الامامين العسكرين بمدينة سامراء حيث استقبلت المدينة الوافدين اليها من مختلف محافظات العراق ومختلف البلدان اليوم هو العاشر من محرم الحرام كان هناك مسيرة لخدام العتبة العسكرية المقدسة وكذلك قراءة المقتل في الصحن العسكري المقدس بحضور الاف الزائرين الذين توافدوا الى الصحن المقدس لاحياء هذه المناسبة الاليمة الحمد لله والشكر الاجواء جيدة جيدة جدا وفوق ما نتصور الخدمة موجودة مواكب الحسينية ونحن هنا مواكب من بغداد جيد الاجراءات الامنية المشتركة بين قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام والتي وضعت لتأمين مراسيم الزيارة تسير وفق الاهداف المرسومة لها على حد سوى وضعنا خطة امنية ابتداء من بداية محرم واحد محرم منتهاء الى يوم 13 او 14 محرم بالتحديد الكل يعلم مدينة سامراء واهمية مدينة سامراء وبلد واهمية بلد باحتبار انه كثرة الوافدين لهذه المراقة المقدسة نعم نحن بدأنا بخطة امنية من شقين الشق الاول هي الضربات الاستباقية في محيط سامراء التفتيش والمداهمة في محيط سامراء ومحيط بلد ومحيط الاسحاقي تم نشر قطعاتنا من بداية بلد وداخل بلد والطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين وبغداد يعد إحياء ذكرى عاشراء في مدينة سامراء رسالة عنوانها ان ارض العسكريين منطلق للوحدة الوطنية من سامراء احمد جمعة قناة سامراء الفضائية